ينضم ولي من عدنة اليمنية مرسل قرارة إخبارية إياد الموسمي إياد أهلا بك في هذه الجولة يبدو أن هذه التوترات لا تزال جارية منذ دقائق أعلن الحوثيين أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن تجاه البحر الأحمر أبرز التحديفات وهل رشحت أي معلومات تتعلق بمن هي السفن المستهدفة جراء هذا الإطلاق مساء الخير حمام في الحقيقة نعم الجماعة أطلقت هذه السواريخ بحسب اعترافها وبحسب الرواية الحوثية أنه تم إطلاق هذه السواريخ بإتجاه المدمرات الأمريكية لكن ما هو حاصل أن المدمرات تعترضها بشكل مباشر الخطورة حمام هي ما تعرض للسفن التجارية المدنية التي ربما تحقق الأهداف الحوثية أضرارا مباشرة في هذه السفن كان هناك أحاديث في الأمس وقت مبكر من صباح اليوم أن هناك سفينة تحمل شحنة من ألقاز ربما تعرضت لهجم البعلومات المؤكدة إلى اللحظة لأن هذه السفينة لم يلحق بها أي ضرر بحسب شركة أمبري وهيئة التجارة البحرية البريطانية أن السفينة واصلت عبورها بينما كان هناك معلومات حوثية أو مصادر من قبل الجماعة أنه تم استهداف هذه السفينة خلال الـ 12 الساعة والـ 24 الساعة الماضية منذ ظهور أمس تابعنا الكثير من البيانات الحوثية التي تؤكد استمرار العمليات أو الهجمات الحوثية باتجاه البحر الأحمر أيضا أعترف الحوثيون الأمس باستهداف سفينة بينما كانت البيانات الأمريكية تؤكد أن السفن واصلت عبورها ولم تصاب بأي ضرر عدى السفينتين التي تعرضتها قبل شهر وأخرى تعرضت في خليج عدن لكن العمليات مستمرة الهجمات قائمة بين الساعة والأخرى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مواصلة أيضا في تنفيذ الضربات الوقائية للجماعة واستهداف منصات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة ومرابض المدفعية والمواقع التي يتم استحداثها في بعض المواقع العسكرية بمحافظة الحديدة الساحلية لأن معظم عمليات الجماعة يتم إطلاقها من محافظة الحديدة وتحديدا من منطقة الفازة والتحيطة بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تحدثت أن الجماعة استحدثت بعض المواقع في مطار الحديدة وهو ما يؤكد أن الموقع تعرض لأكثر من عشر ضربات أمريكية خلال الثلاثة الأيام الماضية حيث تركزت هذه القارات على مطار الحديدة وهو موقع مستحدث بحسب المعلومات أيضا كان هناك ضربات أمريكية لمواقع جنوب وشمال المدينة أيضا في الصليف خلال أسبوع الماضي تعرض هذا الموقع لهاجمات أمريكية وبريطانية ربما استهدف منصة إطلاق صواريخ ما هو ملاحظ أنه في خليج عدن أيضا كانت آخر العمليات قبل يومين حيث تعرضت بعض الصفن لحادث أنفجرة أو إطلاق صاروخ أنفجرة على مقربة من السفينة إذن العملية لا زالت قائمة الضربات الأمريكية لا زالت أيضا قائمة خصوصا بالتزامن مع بعض التسريبات أو المعلومات الواردة من الإعلام الأمريكية بأن هناك مفاوضات سرية تجري بين إيران والأمريكان بشأن الضغط على جماعة الحوثي بالكف عن هذه العمليات ووقفها لم تؤكد الجماعة أي من هذه التواصلات لكن بحسب الناشطين أو الصحفيين مقربي من الجماعة بأن هناك تواصلات إيرانية أمريكية عبر وسط العمانيين بشأن وقف هذه الهجمات لكن بحسب الجماعة أنه مستمرين في هذه العمليات خصوصا بعد إعلان سعيم الجماعة توسعها إلى موراء البحر الأحمر وإلى المحيط الهندي كان هذا الإعلان يوم الخميس الماضي لكن بالأمس الحوثي يقول أنه استهدف سفينة إسرائيلية ومدمرة حربية أمريكية هل هناك معلومات فيما يتعلق بهاتين السفينتين الإسرائيلية والأمريكية التي يقول الحوثي أنه استهدفهما في البحر الأحمر بحسب الرواية الحوثية أنه تم استهدف أيضا بحسب الرواية الأمريكية أنه لم تصاب هذه القطع بأي ضرر كل هذه المعلومات أو كل هذه الأطروحات يتم طرحها من قبل الطرفين لكن نتيجة نظرا لبعد المواقع المستهدفة أن نتحدث عن المياه الأقليمية في البحار هناك لن نستطيع التأكيد أو معرفة ما يدور إلا أن الجماعة نفسها تقوم بإطلاق الصواريخ ولن تتأكد عن هذه العمليات إلا بعد يوم واحد يتم إعلان البيان للمتحدث العسكري بشأن نجاح هذه الضربات أم لا العملية كانت الأمس إطلاق الصواريخ كانت في الأمس لكن بحسب المعلومات الأمريكية أنه لم تصاب القطع العسكرية الأمريكية وكذلك أن السفينة واصلت عبورها بأمان بحسب ما تم التأكيد عليه من خلال مواقع ملاحية تم الإطلاع عليها مؤخرا طيب سؤال أخير أياد وبعيدا عن السفن فيما يتعلق بالكابلات البحرية المتعلقة بالإنترنت هل هناك أي بيانات معلومات رسمية من قبل جماعة الحوث لأنها بالفعل تستهدف هذه الخدمة العالمية خدمة الكابلات الإتصالات أو كابلات الإنترنت في البحر الأحمر همام كثير من الشركات الدولية العاملة في مجال الإنترنت تؤكد أن الجماعة عملت على إلحاق الضرر بهذه الكابلات الجماعة كعادتها تنفي أي عمل بشأن هذه وأرجعت الموضوع إلى ما تتعرض له البحار من هجمات أمريكية وأن الأمريكان هم الذين يقومون بقطع الكابلات لكن المعلومات المؤكدة حسب مصادر هنا في الحكومة اليمنية تؤكد بأن الجماعة كانت سببا كبيرا في إلحاق أضرارا بكابلات الأنترنت البحرية خصوصا بعد استهداف السفينة التي جنحت بالقرب من باب المندب وهذا المكان هو قريب من خطوط نقل الكابلات البحرية بالإضافة إلى أن الجماعة تحاول إعاقة أي أو الضغط بمعظم الأوراق سواء كان بالسفن التجارية أو خطوط نقل الأنترنت أو غيرها هي مستعدة أن تقوم بإلحاق الضرر والأذى لمحاولة إيصال رسالتها أو للضغط للوصول إلى ما تريد تحقيقها من أهداف بمعنى أنه ربما يكون الأمر جائز شكرا جزيلا ليادي الموسمي مرسل القارئ الأخبارية من مدينة عدن اليمنية شكرا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المعلومات